لم تكتفي ميليشيات الحوثيين المدعومة ايرانيا بنشر الارهاب والخراب داخل اليمن بل راحت تنشره في كل مكان حول البلاد من البحر الى اليابسة عبر صواريخها التي تزودها بها طهران وكان الهجوم الصاروخي على مطار عدن لحظة هبوط طائرة تقل الحكومة اليمنية احد ابرز تلك الهجمات الخطيرة التي نفذتها ميليشيات الحوثيين في البلاد التحقيقات كشفت ان الصواريخ الايرانية التي تسلمها الحوثيون باتت تهدد ان الطاقة وطرق الملاحة الدولية في البحر الاحمر احد اهم الممرات الاستراتيجية في العالم التي يتم عبرها شحن النفط وزير الداخلية اليمني ابراهيم حيدان قال ان الهجوم على مطار عدن اليمني نفذ بثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى تم اطلاقها من مسافة 100 كيلو ميتر باستخدام نظام ملاحة وتوجيه بنظام جي بي اس لتحديد المواقع حيدان اوضح ان التحقيقات والصور وحطام الصواريخ وزوايا سقوطها وبؤر الانفجارات تبين قيام ميليشي الحوثي والخبراء الايرانيين واللبنانيين بتنفيذ هذا الهجوم لانها احتوت على نفس الارقام التسلسلية التي احتوتها الصواريخ التي استهدفت بها الميليشيات الحوثية مواقع عسكرية ومدنية في محافظة مأرب وشركة ارامكو السعودية خبراء قالوا ان ايران تولت تهريب تلك الصواريخ المتطورة الى صنعاء وان خبراء ايرانيين واخرين تابعين لحزب الله اللبناني تولوا تدريب ميليشيات الحوثي على اطلاقها مسؤولون في الحكومة اليمنية هاجموا المبعوثة الاممية مارتن غريفث بعد دعوته الادارة الامريكية الى التراجع عن قرار تصنيف ميليشي الحوثيين كمنظمة ارهابية وزير الخارجية اليمني السابق عبد الملك المخلافي قال ان اليمنيين ينتظرون من الامم المتحدة وقف الحرب والضغط على ميليشي الحوثي فيما اتهم وكيل وزارة الاعلام اليمني عبد الباسط القاعد المبعوثة الاممية بلاعب دور المحامي للحوثيين معتبرا ان الميليشي تتعامل مع المواطنين بمناطق سيطرتها كرهاء لابتزاز الداخل والخارج وفي خضم تذبذب المواقف الاممية امام جرائم الحوثيين يستمر اليمنيون بمواجهة الموت الذي تنشره ميليشيات الحوثي في البلاد بانتظار موقف اممي لوقف الحرب